نحن الآن متواجدون في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة التي انطلقت قبل ثلاثة أيام تحديدا في ظروف استثنائية كما تفضلت فرضتها جائحة كورونا المهرجان يقام في رماح التي تبعد أكثر من مئة كيلو عن العاصمة الرياض استقبل إلى صباح هذا اليوم نحو 25 ألف متن من الإبل المشاركة كان بينها مشاركات دولية من دول الخليج وأيضا دول عربية وأيضا كانت هناك مشاركة روسية وأخرى فرنسية منذ ساعات الصباح تبدأ إدارة المهرجان في استقبال كافة الإبل المشاركة من قبل مختصين للكشف عنها والتأكد من صحتها وسلامتها ومن ثم استعدادا للمراحل اللاحقة من لجان التحكيم وغيرها طيب تفضلي طبعا كثير من الامتيازات التي أمتازت بها النسخة الحالية كثير من الإجراءات الاحترازية اسمحوا لي بن أستضيف المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور خالد التركي للحديث حول هذه الامتيازات دكتور خالد أهلا وسهلا بك على شاشة العربية حدثني بداية ما هي الامتيازات التي أمتازت بها النسخة الحالية ما الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة المهرجان في السنة هذه تحديدا شكرا بداية أشكرك حيات وأشكر جميع الزميلات والزملاء في الاستوديو وقناة العربية تقدم حقيقة للوطن الكبير تقدم رسالة إعلامية هادفة في نشر المحافل والمهرجانات الوطنية وهذا مهرجان المؤسس الملك عبدالعز طيب الله ثره بالنسبة للنسخة هذه النسخة الخامسة امتازت بأشياء كثيرة منها أولا الإعلان عن دخول مسابقة جديدة ومسمىها مسابقة المفاريد وربما رأيتمها أمس كانت عرضت أمام لجنة التحكيم والمفاريدة هذه معناها أنها صغار يعني صغار الإبل وهي أول مشاركة لها في هذا العام وكان هناك يعني منذ إعلانها استبشار خير عند ملاك الإبل والجمهور والأسواق ورتفعة الأسعار بشكل خيالي جدا هذه أول واحدة الشيء الثاني عندنا أيضا انضمام قطب من أقطاب التحكيم في المزاينات كان يرأس لجنة مزاينة مرقيبة لسنوات طويلة هو سمو الأمير عبدالله بسعد بجلوي فأضاف هذه المهرجان إضافة سمو الأمير أيضا عندنا تعديل بعض الفئات مثل بيرق المؤسس كانت مئة عدلت إلى ثمانين وكأس الملك كانت كان كأس الملك كان خمسين فرفع إلى ستين وشلفه للعهد كانت ثلاثين ورفعت إلى أربعين حتى يكون فيه تقارب بين الأعداد دكتور كان تحدثتم عن استحداث الشرائح في الترقيم الإبل عن الوسم يعني حدثنا عن هذا نعم هو أيضا من الأشياء التطويرات التي تمت من النسخة الرابعة من ضمنها إلغاء الوسم إلغاء الوسم واستبداله بالشريحة الكترونية والشريحة الكترونية كما تعليم من أخت حيات كان فيها قرار مجلس الوزراء وقامت فيه مشكورة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتسجيل الشراح لجميع الإبل فلما اكتملت اكتملت تسجيل وفق القرار الذي صدر من مجلس الوزراء واكتمل قام نادي الإبل مشكورا باستبعاد الوسم وأيضا القسم فحل محله الشريحة الكترونية دكتور حدثني عن أبرز الإجراءات الاحترازية المتخذة في النسخة الحالية في ظل جائحة كورونا طبعا المهرجان منذ إعلان سمولي العهد السيدي المشرف العام على نادي الإبل أن يقام بهذه الظروف والجائحة كورونا كانت هناك لجان ومشاركات مع الوزارات المعنية على رأسها وزارة الصحة مشكور أن تكون بعمل جليل كبير جدا في الوطن ووزارة الداخلية وغيرهم وزارات وتشكلت لجان وتم للحمد إعداد خطة مرسومة ومنظومة كاملة لعمل الاحترازات الوقائية من ضمنها أختي حيات أن أول شيء مثلا المطاعم الميز الكبير اللي كان يأخذ الآلاب بالمدني ويأخذ الآلاب بالعسكر لأن جميع قطاعات العسكر تشارك ألغيها فأصبح مثلا الطعام يأتي مغلف لكل شخص أيضا من الأشياء أن مخيمات الملاك كانت مفتوحة فحددت